والألوان نزهب عزيزي والحسن بالعليم قابل الفنان ايت عمي بمرصمه بورززت وأعد الروبورتاج التالي صدق ايت عمي ابن ورززت ينهل من المدرسة الانطباعية متأثرا بالفنان الراحل المختار العلالي يرسم الوجوه والمناظر الطبيعية والتراثية بألوان ساخنة وبالصباغة المائية والزيتية الحاجة اللي في الطبيعة وطوراتي طوراتي بززف الحاجة اللي هي طوراتية هي تنخدم اليها كما تيقولوا الفناني بنبيئته يعني البيئة دينا اللي في ورززت هنا الطورات والطبيعة وهذا هذا الشيء لسا نخدم هو متنوي متعدد الشارب واخذ من عدة مدارس المدرسة الواقعية المدرسة الانطباعية وكذلك حتى المدرسة التعبيرية وهذا في الحقيقة اللي كلمسوا في الفنان الصدق هو عينة من مجموعة العينات للطاقة المحلية اللي كانت في ورززت يجمع بين الفن التشكيلي والموسيقى هذا الفنان يغني يعزف على القيثارة ويقود أوركسترا غنائية تحيي المهرجانات والمناسبات كان نخدمه في مهرجانات داخل مدينة ورززات وملتقيات تقافية وحفلات الأعراس ومناسبات الحمد لله كان نصيت بالنسبة للجمهور الورزازي شارك صديق أيت أمي في معارض ومهرجانات محلية في ورززات والنواحي طموحه أن يتعرف عليه الجمهور الواسع على المستوى الواسع